دشنا سعادة الشيخ نايف بن خالد الخليفة رئيس مجلس المناقصات والمزايدات داخل موقع المجلس الإلكتروني مبادرة الإعلان عن خطة المناقصات والمزايدات وعمليات التأهيل والتي تعنى بنشر خطط المشتريات للجهات المتصرفة الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتأتي هذه المبادرة في إطار الخطط التطويرية التي وصل المجلس تبنيها للارتقاء بمستوى إجراءات المشتريات الحكومية وفق أعلى الممارسات الدولية من خلال زيادة الخيارات المتاحة للجهات المتصرفة مما يساهم في زيادة التنفسية والحصول على أسعار تنفسية وصون المال العام إلى جانب ضمان سرعة تنفيذ المشاريع إذ بموجب الخدمة الجديدة سيتم نشر خطط المشتريات السنوية لكل جهة متصرفة في الموقع الإلكتروني لتشهد هذه المرحلة نشر 691 مناقصة ومزايدة حكومية من المتوقع أن يتم طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري ل41 جهة متصرفة